شهيد جديد من الأعلاميين ينضم إلى قافلة طويلة من زملاء الأعلاميين أحمد خير الدين أمن لنا وأيضا زمينا باسر خير الدين شقيقه أمن لنا تخطيط وتقارير مصورة من يوميا لصالح القناة أيضا كل العزاء لزمينا باسر خير الدين وإن شاء الله يكون باسر بخير على كل نحاول التواصل معه ورطمئنا عليه وكذلك لأفراد عائلته إذن أحمد خير الدين شهيد جديد لقافلة العالميين ونقول ذلك ونحن يعني بكل ألم العالم يتفرج ويشاهد ويتابع اغتيال الصورة والصوت في خطا غزة وهذا استهداف ممنهج لكل من ينقل الصورة كما هي وأيضا استهداف لعائلاتهم والقائمة طويلة في ذلك على كل العزاء بزمينا وباسر والرحمة بأيضا زمينا أحمد خير الدين نرحب في الساعة الثانية بدكتور ويسام عطلة أستاذ القانون الأكاديمي وأستاذ القانون والعلوم السياسية دكتور ويسام أهلا بك أهلا بك أستاذ الحمد إذن يعني لست أدري كيف أتحدث عن التطور الميداني مع كل هذه السهدفات السهدف للإنسان السهدف للإعلامي للكادر الطبي الحديث عن أكثر من 350 من الكادر الطبي أكثر من 90 إعلامي كذلك الكوادر الإغاثية الدفاع المدني السهدفات مباشرة وممنهجة قتل الحياة ومقاومات الحياة في قطاع غزة دعني أتوقف مع هذا الخبر الأخير السهدف العالميين القانون الدولي يحمي العالميين في مناطق النزاع والقانون أيضا الدولي وضوابط قانون القروب يحمي كذلك ليس فقط للإعلاميين بل التواقم نسع في صليب الأحمر وليل الأحمر التواقم الإغاثية أين كل ذلك بداية أخي محمد دعني أن أترحم على الزميل المصور الصحفي الذي انضم إلى قافلة الشهداء القافلة الطويلة من شهداء الصحافة ونقل الحقيقة والذي كان يعمل لصالح قناة الحوار الشهيد أحمد خير الدين من شمال غزة قضى نحبه وهو على أسعمله في نقل الرسالة الصحفية وهذا ليس هدف مشروعا بالمناسبة أخي محمد يعني في هذه الحرب الإجرامية قتلت إسرائيل وآلتها العسكرية الإجرامية ما يزيد على مئة صحفي يعني هذا الرقم دعنا نتوقف عنده ليس بالرقم الهيئ يعني عندما نتحدث عن الحرب العالمية الثانية لم يقتل بها هذا العدد من الصحفيين هل لك أن تتخيل أن الحرب غزة وحدها عدد الصحفيين الذين قضوا شهداء فاق عدد الصحفيين الذين قضوا في الحرب العالمية الثانية هل لك أن تتخيل أن هذه الاستهدافات لكل ما ذكرته في مقدمتك الطيبة جميعها هدف مدنية غير مشروعة يقوم بها الجيش الإسرائيلي بجرائم هذه جرائم وفق نظام روما الأساسي الذي ينظم عمل المحكمة الجنائية الدولية والذي يعتبر الأساس الذي يرتكز عليه المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كل هذه الجرائم هي تخضع بشكل أصيل وأساسي لاختصاص المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لتحريك الدعوة الجزائية ضد قادة الجيش الإسرائيلي بمستوياته سواء السياسية أو العسكرية حتى من يعطي القرار ويعطي الغطاء السياسي ليس لديه إعفاء من العقوبة جميعهم شركاء في هذه الجرائم جميع الطواقم الصحفية طواقم الدفاع المدني حتى الهلال الأحمر الهلال الأحمر والدفاع المدني والصليب الأحمر كل هذه المنظمات التي ترعى حماية المدنيين سواء في حالة السلم عندما تحدث كوارث طبيعية كالزلازل كالبراكين أي كارثة طبيعية أو في حالة الحرب والتي تقع الآن في فلسطين وبالمناسبة نحن أيضا تمر علينا ذكرى حرب 2008 27 ديسمبر 2008 بالأمس كان 27 ديسمبر وهذه خامس حرب من بعد حرب 2008 تخضع قطاع غزة يخضع لهذه الحرب الإجرامية المتواصل وما بينهما من تصعيدات على مدار أيام لكن هذه الحروب الإجرامية جميعها لا هي تخضع وبشكل أساسي لاختصاص المدعى العام من المحكمة الجنائية الدولية قلنا ونعيد ونكرر أن هذه جرائم ضد الإنسانية جرائم إبادة جماعية جرائم حرب جرائم عدوان لا تعفي إسرائيل من محاكمتها ومسائلتها أمام المحكمة الجنائية الدولية يعني مهما طال الزمن مهما طالت السنوات لا تسقط هذه الجرائم بالتقادم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر